دور مهم جداً للأحزاب السياسية إنها تقدم كوادر سياسية تدرب تثقيف سياسي إنها تحث كوادرها والمواطنين على فكرة المشاركة السياسية الإيجابية. شايفات دور دزايا فند؟ هو طبعاً أصبح دور الأحزاب السياسية في مصر يعني بيشهد زخم كبير ومشاركة فعالة أكتر خاصة في السنوات اللي فاتت. إحنا شفنا أن دور الأحزاب بقى فعال أكتر في الشارع المصري بيشارك في جميع الأزمات الواجهة الدولة المصرية. ما بقاش الهدف من المشاركة في الحزب السياسي إن يكون الوصول إلى السلطة لا. دلوقتي كمان الحزب السياسي دور تنموي. بيشارك في الأزمات الكتيرة اللي واجهت الدولة المصرية في السنين اللي فاتت طبعاً زيها زي بقيدة والعالم من أزمات اقتصادية. خاصة كمان الدولة المصرية بتواجه أزمات وتحديات سياسية وتحديات للحفاظ على الأمن القومي. كل ده بتقوم بمشاركة يعني الأحزاب السياسية بتشارك في كل ده. بطريقة منظمة وممنهجة من قبل تفعيل الوعي السياسي لفئات المجتمع المختلفة وخاصة الاهتمام بالشباب والمرأة لأن هي الفئة الأكتر في المجتمع المصري. المجتمع المصري أكتر من 60% منه فئة شبابية. الأحزاب السياسية طبعاً هي دليل على التعدد التعدد الحزبي في الدولة. ده دليل على الدموقراطية واحنا كمان عايزين نقول أن تعدد الأحزاب مش موجود غير في دول قليلة زي مصر وتركيا وفرنسا لكن في دول كتير بتعتمد على النظام الحزبين بس أو الحزب الواحد فده في حد ذاته أن مصر بتطبق أفضل صور الدموقراطية من ناحية تعدد الأحزاب المتواجدة في مصر وفي نفس الوقت كمان احنا دلوقتي بنتكلم على الانتخابات الرئاسية. أكتر المرشحين في هذه الانتخابات هم بيرقاسوا بالفعل أحزاب سياسية. ده في حد ذاته بيوضح لنا الصورة أن الحزب السياسي أصبح أكثر فعالية. تلت مرشحين. يعني كل مرشح هو رئيس الحزب. حقيقي منهم كل منهم رئيس الحزب السياسي وفي منهم حزب كمان بيصنف معارضة. فأعتقد أن ده كله بمؤشر قوي أن الأحزاب السياسية أصبح لها دور قوي جدا في المشاركة الفعالة سياسية. ما أصبح الحزب مكتصر على قيادة بهدف الوصول إلى السلطة. لا أصبح فيه زخم حقيقي في الشارع المصري. لأن المشاركة السياسية لها أشكال كتيرة. في منها مجرد الإبداء بالرأي وفي منها المشاركة الفعالة. إن أنا بالفعل أنزل أشترك في حزب سياسي أو مجتمع مدني. ما ننساش كمان دور مؤسسات المجتمع المدني. لأن هو مهم جدا وليه برضو ظهير واضح في الشارع المصري. كل ده من دعائم الدموقراطية ومن دعائم تداول السلطة. عشان يقدر المواطن المصري يكون رأي حقيقي ويقدر يحس أنه مشارك بالفعل في صناعة قرار في السياسات العامة للدول المصريين.